موسيقى 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 تقريبا معلقتين كبار وهنا بحط يعني معلقة صغيرة خل تقديريا يعني انا عارفة مقدار ايدي فانت تغيري بالمعلقة الصغيرة تمام هنا شرحتين تلاتة بنيه عملت كمية صغيرة كانوا عندي في الفريزر طلعتهم وقلت اعملهم شاورمة ساندوتشين تلاتة على حصد ما يطلعوا معي بتبقى وجبة سريعة كده وجبة عشاء غدا حد ما لوش نفس الاكل الموجود عندك البنية طلعي وعملي تمام اكلة سريعة واكلة كويسة جدا كل الولاد بيحبوها قديني حطيت بقية الزبادية على البنية وقلبتهم على بعض كويس جدا اهي انا سبتها ساعتين في التلاجة واستحسنت بها ساعة لساعتين عشان تتشرب الخلطة حطيت معلقة زيت تواصع النار سخنتهم اول الزيتنا سخن نزلت بالبني بتاعي الفراخ المتقطعة المحطوطة في التدبيلة لمدة ساعتين تمام عشان تشرب بس التدبيلة معاكي وتديكي الطعم والنكهة بتاعت الشوارمة الجهزة على فكرة ريحة جميلة جدا يا ريحة تحفة اه ما تفرقش شيء عن ريحة الشوارمة الجهزة طبعا هي بتختلف انت هيكفي انها بيتي يعني اكيد بتبقى ألزوة وحاجة انت عاملها بإيدك يعني أنضف كمان من الجاهز هنا حضفت لها بعد ما شوحت الفراخ بتاعتي دي تتقلبتنا على النار أول ما بدأت تدخل في السوات شوحت رحت ضيفا لها البصل متقطعة هو مقعبات ومع الفلفل الرومي طبعا لو بتحبي الأكل سبايسي عايزها حامي حطت له بقى فلفل حامي براحتك جدا دي حاجة على حسب الأزواء وترجع لك انت هنا قلبتها تمام بصي ما فيش دهون خالص وهي استوت منها فيها من العصرة بتاعتها هي اللي صوتت الفراخ مع البصلة والفلفل خلاص هنا استوت دخلت في السوة استوت تماما ادي قطعت الفرخة اهي في الشوكة ازاي والفراخ ما بتاخدش وقت في السوة تمام كده خلصت معايا وقادي التقديم في عيش بلدي في عيش السوق عيش شاورمة وبإذن الله هنزلك فيديو عيش الشاورمة علشان تعرفي تعمليه وقادي معايا الشاورمة جميلة جدا وطبعا بقى مع صلط التحينة مع مايونيز مع كاتشب ويا ربو نهارده بإذن الله تكون وصفتي سهلة عليكي وعجبتك وتنسيش تشتركي معايا في القناة كانت معكي نونا الحجير وصحيتن وهانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر